العبرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكاءه في غزوة مؤتة استشهاد القادة زيد زيد بن حريسة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة حديث أنس لما قلنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد فأصيف ثم أخذها جعفر فأصيف ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيف ثم أخذها خالد من غير إمنا إحنا ما دنوش الإمارة أولي قادة ففتح له ربنا فتحنا وقال ما يصرنا أنهم عندنا يروحوا شهدة أو قال ما يصرهم إنهم عندنا نص الحديث وعيناه تذرفان نبي صلى الله عليه وسلم في مشرعية البكاء للناس اللي بتعطيه أه علمي في معجزة طبع للنبي على السلام أخبرهم بالحدث قبل الغزو أيو العزة لنا إيه ينفع نحزن أيو أيو تقولك قلبه وجعي صح من عياته مش قادرين صح عياته يبكو أيو ليه نحسبهم والله حسبهم لا لكننا تصبر باليقين بموعود الله الفئة المؤمنة بموعود الله للفئة المؤمنة ليأتي على نقديها النصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذقر لموت الشهداء غزو تموت أصلا قامت بسبب إيه قتل الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الروم جيش الجيوش نذقر لدم الشهداء الأمة محتاجة تفهم محتاجين نعرف إيه الخطوات بعد كل اللي حصل واللي شفناه واللي بيحصل في غازة ومازال سنة ومكملين نجاوب على آية إزاي نمشي على خطواتهم يا جماعة إزاي ناخد أسباب لآخر رمج ده إزاي فين الإعداد معنى الحقيقي إنك تجاوب على الآية وتشوف إنت فين منها واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وده يجبنا للمحور التالت وبسرعة إن شاء الله خلصوا إزاي نسير على خطى المجاهدين والمقاومة إزاي نعيش على ما عاشوا عليه عشان نموت على ما ماتوا عليه واجب اليوم كل يوم بيزيد التضحيات في الأرض وفي أرض غاز وفي أرض الرباط نعمل إيه؟ نفعل الإعداد إحنا عندنا 18 عندنا 18 مرحلة من مراحل الإعداد يجب على كل مسلم إنه يعمل 18 مرحلة الإعداد واجب الوقت وكل وقت فرض عين على كل مسلم ومسلمة في السلم والحرب والله في السلم إحنا بهاوا في السلم إحنا خلاص خلاص في السلم والحرب كل بحسب استطاعته القول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطاعتهم من قوة ومن رباط الخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم أردون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم فلا يعجز أن يلهوا بأسمه بس يعني هيجي فتح أيها وإن شاء الله نفسر معاك وآيات سورة الأحزاب من أول ومن المؤنين الرجال 65, 25, 26 إلى حد آخر اللوح إن شاء الله نفهم فيها الكلام ده